الانتخابات التشريعية والرئاسية جاء ماراتون الميزانية وماراتون الميزانية المرهي بشيخل الجميع خاصة العائلات السياسية الجديدة المنتخبة أمام الواقع والواقع لا يحتمل القراءات السياسية والشعارات سيدة زيكريتور فينانسيار واضحة أتهم ميزانية الدولة التونسية مرحبا بك ساعة قبل كرشاي سيواليد أحنا وين أعطيني فكرة عامة سيواليد يفضلك على التكملية 19 وعليش القينار وإحنا في تكملية 19 وجست من بعد أن هزك العناوين الكبرى الميزانية 2020 نبدأ بالتكملية 19 برك الله وفيك ليس وشكرا على الاستضافة هو الكلم والتوصيف اللي كنت أحكي فيه دجا يعكس حالة الشرعة التونسية من التخوف والتوجس لأنه كنا نحكيه في الأمور الاقتصادية والمواطن التونسي يعرف شعنده وش ما عنده ويعرف اللي عنده شنوع النجم يعمل به وهذا كان ليش تم حالة من التخوف والتوجس لأنه يعرف اللي هو سنة 2019 ما تعدش سنة يعني على المستوى الاقتصادي والمالي سنة خايبة وهذا مثبت بالأرقام ويلقى من ناحية الأخرى بعض الانتخابات مشهد سياسي جديد اللي هو يعني فيه التفرقة كبيرة ياسر فيه صورة فوسيف وسائية فيه منسوب عنف كبير فيه يمكن زادة كيف كيف إشكاليات على مستوى تشكيل الحكومة وتسيير الدولة فيما بعد فيه أمل كبير زادة لكن فيه أمل كبير فيه أمل بينصير احنا نعيشه بالأمل واحنا ديما ندعمه الأمل ونحبه نعزوه دوق هذيك هذيك عليش اليوم مع أنت فهم الشعور هذية بسفة عامة ويعرف زادة أنه يعني التجاذبات السياسية على امتداد السنوات الفارتة الكل أثرت في الوضعية الاقتصادية والمالية وكانت سبب رئيسي فيه تدهوره وهيك عليش اليوم يولي خايف إذا كان مش تتواصل الأمور بالطريقة هذية يمكن بعد معانتها المؤسسة التونسية والمواطن التونسي معاش تبدأ عنده القدرة الكافية تكمليه 2019 وليه دونسان عليش نقول مثبت بالأرقام لأنه كناخذوا احنا عليش التجأنا إلى قانون مالية تكملي سنة 2019 لثلاث عوام الرئيسية أول شيء الفضراتيات الأساسية اللي تم إدراجها في قانون مالية الأصلي لم يتم تحقيقها خاصة خاصة على مستوى نسبة النمو تحتوا معانتها تقديرات أولية بثلاثة فاصل واحد في المئة لكا نسبة نمو مش نكملوا العام في أحسن الحالات بواحد فاصل أربعة في المئة أقل من النصف يعني لهنا عجلة النمو الاقتصادي مدارتش كما يلزم خلال سنة 2019 والحقيقة معانتها يا ذرا ونبهنا عليه منذ سنة منذ أعداد قانون مالية الأصلي سنة 2019 دونك هذي العام الأول لأنه نوقتي لنسبة النمو تبدأ منخفضة وميش في مستوى التطلوعات هذي مش يحرم الدولة من موارد ومش يخلينا نزيدوا يعني نلتشقوا إلى الاقتراض هذي العام الأول الأساسي نقف معك أتخيق أولي دون سالح مش الناس تفهم والمستمع يفهم علاش عنا أسباب تباعد في أرقام النمو علاش نقرأ وحسابنا على ثلاثة فاصل واحد نلقا وحسابنا مثلا حققنا في الثلاثة الثاني من 2019 نسبة واحد فاصل ثنيين بالمية دونك شنو المؤشرات الأساسية اللي تخلي واحد يقرأ حساب خلنزيدوا نفسروها للتوينز نجي نقرأ حسابي نقول أنا راني ناوي ندخل كذا وكيف ناوي ندخل كذا موارد ونموعة من الاقتصاد ما نعملش الشفر متاعي نلقى روحي اللي قريت حسابي عليه كمدخيل باش نلقى روحي ما دخلتوش بما فيه الكفاية ولذا يا إما نمشي نقترض يا إما ترسلي ونعمل ميزانية تكملية باش النجم نسكر الميزانية متاعي متاع السنائي لكن الأرقام عليش كانت متباعدة على بعضها لأنه كانوا فهمت تقديرات خطئة هذي من ناحية تقديرات خطئة ها نقولوا وش معناتها تقديرات خطئة معناتها بالنسبة للقانون المالي 2019 حطينا تقديرات على أساس أنه مش نقع استرجاع نسق انتاج الفوسفات انتاج 4 مليون تون ما حققناهمش حققنا تقريب 3 مليون تون فقط مستحقنا فقط والآن ماشين نحو عطالة كاملة في الفوسفات عملنا فرضية على أساس أنه حقل الغازي نوارا يدخل حيز الانتاج في جوان 2019 اليوم ما تخلش حيز الانتاج وقع تأخير من الأول قالوا جوي ومن بعد قالوا اكتوبر وطوى يظهر لي حتى منون يلخر السنة ما مش مش يدخل حيز الانتاج وننتظروا أنه يكون هذه في الفين وعشرين البارح برك يعني تم التوقيع على اتفاقية استثمار جديدة دونك الاستثمارات ما زالت متواصلة في الحقل منجمش نحكيه على الدخول للانتاج كيف كيف بالنسبة للانتاج النفط عملنا فرضية على أساس اللي احنا مش ننتجوه ثمانية وربعين الف برميل نفط يوميا ما وصلنا كان ما بين سبعة وثلاثين الف واربعين الف برميل عملنا فرضيات على أساس أنه يعني القطاع السياحي مش يكون فيه نسبة نمو معينة ما خلطنا لهاش كما يلزم دونك هذو ما الفرضيات الخاطئ معه أنه الانتاج والانتاجية ممشيهوش كما يلزم وهذه كمتوقع لأنه لأنه ما نجموش نتعداه من من 2.5 إلى 3.1 في عام بارك وقت اللي هي صنة انتخابية ونعرف تدعياتها ونعرف اللي يبدأ عند المستثمين إلى غير ذلك دونك هذيك عليش اليوم نلقاه روحنا في الوضعية هذه اللي صار هو أسوأ اللي صار أسوأ لأنه حتى نسبة النمو اللي حققناها كانت أقل نسبة منذ 2016 روح 1.4% أقل نسبة منذ 2016 دونك لهنا معناتها ثم الركود ليست بسنة إيجابية بالكل 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 والراه عدينا معناتها تقريب كاتر تريماستر دوشويت مثلا على الأقل في القطاع الصيني عندنا ركود نسبة نمو تقريبا 0 أو 0.1% دونك هيك عليش نقول هذي كان متوقع وثم الدولة ما حتتش الأليات الكافية بايش نسبة النمو بتاع 3.1% تنجم تتحقق على على أرض الواقع والقطاع الخاص زادة كيف كيف مجاوبش كيما يلزم في المستوى هذي التمويلات زادة من ناحية الأخرى اللي أنا عنو شح سيولة على السوق المالية ما كانتش معتها في الموعد بايش نجم نمولو استثمارات جديدة ونجم ندفعوا بالاقتصاد ونجم نعاونو المصدرين لأنو عانينا برشا احنا التصدير بتاعنا نقص في 2019 مش العكس هذا ما خرجنيش من الركود ما خرجنيش من الريسسيون ما دارتش العجلة بما فيه الكفاية وهذاك عليش معتها اليوما نلقاور وإحنا في حاجة إلي قانون مالية تكميلي ثم عوام الأخرين نراهو بخليف هذه فما مساريف زادت في 2019 وما كانتش مبرمجة في قانون المالية الأصل وأهمها زيادة بتاع الأجور في الوظيفة العمومية لأنو نتذكروا منيح أنه تمت المصادة تعالى خريباً 800 مليار 650 650 بالنسبة لسنة 2019 يعني هذه ما كانتش مبرمجة بالكل اتعدى قانون المالية وتمت المصادة قالية في مجلس النووي بالشعب ثم يعني الحكومة وقت زيادات في الوجور مع الوجي تي تي في الوظيفة العمومية هل الحكومة خذيتهم من نفقات الطارقة؟ لا 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 مش من نفقات الطارقة ما نزيدك ثم في مستوى ميزانية الدعم زادة كيف كيف عنا تقريباً 438 مليار لأنو تقديرات الخطأ هذه اللي عملناها على إنتاج الغاز وإنتاج النفط وغيره ولأنو زادة ما طبقناش آلية التعديل الأوتوماتيكي في اللي كاتر تريمسر 2019 اللي هي كانت مبارمجة في قانون المالية وزادة كيف كيف فم الاتفاقيات الأخيرة اللي صارت مع يعني الاتحاد العام تونسي للشغل فيما يخص خاصة منحة العودة المدرسية اللي هي تكلفت مئتين مليار واللي هي اليوم يلزم صرفها على سنة 2019 ومش تكون مش تولي ريكو يرونت دونك مش تكون كل عام موجودة وبرادوكسال ما معتا مايش موجودة في كتلة أجور محتوطة في يعني مصاريف التسير اللي هي معتا حاجة مغربة شوية نظرت لي نورمال ما تبدأ موجودة في كتلة الأجور زادة كيف كيف عنا الديباسمون بيوجيتير وهذا يزادة معتا أنا نعتبره غير منطقي وغير معقول خمسمائة وسبعة وستين مليار في خدمة الدين العمومي يا أخي اليوم الدولة ما تعرش تروح عشان ما مش تخلص العام الجي خمسمائة وسبعة وستين مليار ديباسمون في خدمة الدين في خدمة الدين راو مش في الموارد هدا عليش على خاتر فما قروض تتاخذ في وسط 2019 مش هذي نحكي يعني نقطة استفام كبيرة جدا راهوا التقديرات والفرضيات منذ ثمانية سنوات قاعدة تتخدم بطريقة يعني معتا غير مهنية لأنه عمرنا ما كنا في مستوى التقديرات اللي نحطوها من الأول وهذه أشكالية كبيرة جدا حتى صندوق النقد الدولي في تقريره في أكتوبر 2017 يعني حتى خط أحمر على المسألة هذه باش يعني يتم إعادة النظر في كيفية أعداد التقديرات للميزانية سؤالي الأخير أنا الآن وهنا ماشيين للفاصل وليد من أين ستتم التعب للتكميل 19 التعب صارت أساسا على مستوى المدخيل الجبائية لأنه زاد كيف كيف كانوا فما تقديرات خاطئ على مستوى المدخيل الجبائية ولأنه يعني كيزادوا الأجور في الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص هذيك يعطي مدخيل إضافية للدولة يعني بالذرعي بروتونيالا سورس وكيف كيف لأنه المدخيل غير جبائية ارتفعت ثم حصة الأرباح متاع البنك المركزي ارتفعت بطريقة كبيرة جدا مقارنة بالتقديرات وكيف كيف حصة يعني الدولة من الجزائري من مبوب الغاز ومن مدخيل النفط هذوما المدخيل الدولة درجة حواريها اللي خليونا مع أنتا بلوزو ما نجمو نجابه المصاريف الزائدة رايو تعرف المصاريف الزائدة نحكيه على الفين وماتين وستين مليار ما كانوش مبارمجين دي باسمان بخمسة فاصل خمسة في المئة راوم اللي دي باسمان في البودج يسيرو هما يسيرو زيرو سنك بورسان 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 ايدمي موش خمسة فاصل خمسة الفين وماتين وستين مليار يعني اللي هو رقم كبير جدا واذاك علش يعني زادة كيف كيف وقت اللي نقوله الميزانية التكملية مش تولي بثلاثة واربعين مليار دينار ثلاثة واربعين مليار دينار معناتها ارتفعت مقارنة بصالة الفين وثمانتاش تقريب اربعتاش فاصل اربعة في المئة وقت اللي هي نسبة النمو في حدود واحد فاصل ثلاثة في المئة فقط معناتها النمو يرتفع بالبري كورو احنا نقوله بسبعة فاصل سبعة في المئة ولا سبعة فاصل ثمانية في المئة ومصاريف الدولة ترتفع باربعتاش فاصل اربعة في المئة تقريب الدوبل يعني اللي هنا هذيك فما انديزيكيليبر توتال ما بين الريتم دو كرياسان دو ريشيس دو فالور اجوته اي الريتم دو ديبانس دو لتا وهذه اشكالية كبيرة جدا وهذاك عليش اليوم معنا انديزيكيليبر او نيفو دي فنانس ببليك ونيفو مكرو ايكوناميك ما هي تواجهات الكبرى العنوين الكبرى لميزانية الدولة 2020 ولد بن صالح والا يا انا خايف لان فيش اكو نقول لك را ونفهماش عنوين كبرى مع انت في النسبة الميزانية 2020 العنوين الوحيد هو احنا نلقاه معانتى التوازن اا في على مستوى الميزانية اما من ناحية اخرى ما فهماش عناول كبرى اللي هي تعطي يعني رسائل على المستوى الاقتصادي وعلى على مستوى اصلاح المالية العمومية ديور اللي يقرأ التقرير متى على الميزان الاقتصادي مش ميزانية الدولة الميزان الاقتصادي يعني يفهم ان ما فاماش يعني تواجوهات كبرة اليوم كومسي جيت الحكومة طالت اي اخويا انا مش نخلي حاجة للحكومة الجاية والمجلس النواب الجاية اللي هي وفقت وبعض اللي يمشي جي يدب الرسل. اللي اعد الحكومة الميزانية اللي هي الحكومة الحالية مش عامين التالي جاي وقال عنا برنامج الفين وثمونتاش الفين وعشرين. وينو اللي خص الفين وعشرين. ولا ما امتاعك انت مش تهزوا معاك. اليوم بالحق. فاما اشكال كبير يسر على المستوى ذا. معنا وين الاستمرارية اللي نحكيوا عليها. وقت اللي تقرأ ميزان الاقتصادي. معنا كل مرة وحتى من التقرير ميزانية الدولة يقول لك عنه اشكال كبير على مستوى الاستثمار. اشكال كبير على مستوى الانتاج. اشكال كبير على مستوى الانتاجية. تمشي بعد تشوف الاحكام الجباية ما تلقى حد شي يخص التشجيع على الاستثمار ما تلقى حد شيء يخص التشجيع على التشغيل دون هنا فما إشكال باش يزم يكون فما تناس خانت فعل معك وليد على خاطر يقولوا اليوم في تقديم هذه الميزانية ساعة من عنوينها الكبرى التصدي للتهرب الجبائي وتحسين الاستخلاص مثلا من خلال ما يسمى بالمراجعة المحدودة مراجعة المحدودة ليه مش نسهلوا على التوانس فما ما يسمى بها بتعليق الفيسك في المراجعة 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 الكبيرة المعامقة اليوم فما المراجعة المحدودة وفما ألية أخرى للتصدي للتهرب الجبائي وتحسين الاستخلاص فيما يخص الاستثمار إجراءات لدعم القدرة التنفسية للمؤسسات والتشجيع على الاستثمار أكد مشروع قانون مالية لسنة 2020 إجراء بسيط يخص قطاع الفلاحة قطاع من قطاع الفلاحة وإجراء للتشجيع على إدراج الشركات في البورصة التنسية هذا موما تحت العنوان هذا يمتع تشجيع الاستثمار أوه راحنا اللي نحكي وفيه موش هذي راحنا نحكيه على إصلاحات عادت على مستوى مجلة الاستثمار عنا يعني توجهات خاطئة خذناهم في السابق وقلنا عليهم برشة مرات حقا متصلحوا في قانون المالية هذي علش ما يرجعش الديقرامون فيزيك علش ما تصلحش انتي يعني الرجيم فسكال متعل علش ما ما تصلحش يعني اليوم خذينا قرارات زادة على مستوى البروموسون اموبيليار التفياء وطلعنا في القطاع برك وبرك وفي جورته القطاع المقاولات والبناء دونك هذوم اليوم علش ما ما يتصلحوش حاجات من نوع هذي انتي متحب مع حاجتك بدفع الاستثمار ودفع النمو وهذاك أكثر شعار أكبر شعار موجود في الزوز تقارير دونك لهنا وفروا الأليات الكافية زادة بش نجم تحطوا على أرض انتي قاعد تقول لي تم ترحيل الموضوع للحكومات ولا للحكومة الجديدة بميزانية متوازنة لأكثر ولا أقل كونتاب هاني اعطيتك حاجة ما فيهاش استمرار للدولة بستراتيجيات وفي نفس الوقت المشكلوين هو أنو نلقروحنا أمام ميزانية لا لونة ولا طعم لها هاني اعطيتك أنا هاني اعطيتك أنا ما اسميه رئيس الحكومة بوقف النزيف هو سميه وقف النزيف دايوخ تنصر كسحيح ولا غالط وعطى أعطى للبيجي هذية للحكومة الجديدة وعطى للحكومة الجديدة وعطى للحكومة الجديدة هل يتعمل على ثلاثة سنين تعدى ذاكو لما تنزل متعديش مازل متعديش مازل مازل قانون الميزانية وقانون المالية من جملة الفايدة هو في أداء الاختصاد وانا نخاف زادا أنو قانون المالية الجي ماوي لزيكليبر متاعه يكونوا غيرا ما مش صحح كما صارنا في 2019 و2018 وقت اللي تاخد وانتي فرضية نمو ألفين وعشرين قديش باثنين فاصل سبعة في المياه ولي في مياه الاستيماسيون تاحها ثنين فاصل أربعة في المياه فقط والبنك المنديال ثنين فاصل ثنين في المياه فقط دونك لهنا ديجا عمدك تساؤل الثنين فاصل سبعة في المياه كيفاش خرجناه خرجناه على أساس اللي احنا بش نعملو يعني نسبة نمو بسبعة في المياه كاملة في قطاع الصناعات غير المعملية مع انتها البترول والفوسفات والجاز وقت اللي احنا عمناه والعملنا 0.9 فقط شنو هذي عمنا اكتشافات جديدة كبرى حتى حقل نوارك كانت خل في 2020 بشي 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 ما ينجمش يعطي الأداء هذي واللي هنا زادة ونحكيه وزادة على ترفيع في الانتاج عن طريق حقل حلق المنزل يخي هذي مش عمناه واللي لا وتنحب يجرته اللوزير ومدير العام الطاقة إلى غير ذلك في ظروف يعني لليوم حكومة جديدة وليد بن صالح حكومة جديدة إذا كانت حب مثلا تدخل في هالسبعة في المئة في صناعات الغير المعملية لازم غدوة يهبط اللوزير يعدي جمعة من زميد في قفصة ولا رئيس الجمهورية ويفك موضوع الحوض المنجمي وشوف وشوف يدخلوا في الليزانية محطوطة على أساس فرضية أنه الانتاج للفلسفات مش يرتفع إلى خمسة مليون طن هل احنا اليوم قادرين باش ن هل حطينا الآليات الليازمة باش نعملوا الشيء هذي وحطين زادة كيف كيف على أساس أنه نسبة النمو مش ترتفع في الاتحاد الأوروبي اللي هو الشريك الأساسي واللي هو خمسة وسبعين في المئة من المبادلات متاعنا مع الشريك الأوروبي صارت مراجعة للتخفيض في نسبة النمو في الاتحاد الأوروبي وخاصة في ألمانيا هل يدعاني معنات هل يدعاني هذو ما اللي عمليهم متاع 2.7% ما مش ميزاجور دجا ومربوطين ارتباط شديد بي ندخلوا في حيز الانتاج في حقل نورا ولاي نطلعوا في انتاج للفلسفات ولا ما نطلعوش ثم زادة كيف كيف مربوطين بصابة الزيتون معاملين ياسر على الحكاية هذي أقر اليوم نعرفه الناس وعندنا ديك اليوم ونحكيه معهم فما عندهم اليوم تخوفات كبيرة جدا من انهم ما يستطيعوش انه يسوقوا الصابة كاملة كما يلسم لأنها صابة قاسية الحمد لله يا ربي ولكن الأسواق العالمية اليوم في حالة ركوده ماش قادة تجاوب كما يلسم ماش دومانت كما صارت عاملة تالية مع العلم انه رأوا مازال عنا 30 ألف طن من صابة قولة عمناول مازالوا في الستوك دونك اللي هنا انو اللي نقول ثم بالك شي ثم فرضيات اللي هي ما هيش يعني معمولة كما يلسم كي نفس الشي بالنسبة لدعم المحروقات دعم المحروقات اليوم مجعول على أساس انه مش يصير تعديل في الأسعار العموم مش يزيد في الليسانس ومش يزيد في الالكتريسيتي وفي القاز باش يدخلوا أكثر من 800 مليار مهما كان الفلكتولياتيون مع العلم انه الكور دو بريل حتينه 65 دولار اللي هو المعدل من 2019 يعني حتى كان نقعده في مستوى 65 دولار مش يصير ترفيع في الأسعار غدوة حكومة جاية ومجلس نواب الشعب مش يكون موافق على عملية من النوع هذي وقت اللي هما البارح برك كانوا يعطيه في الوعود للناس على أساس باش يحسنوا يعني في الوضعية الاجتماعية وباش يتحكموا في الأسعار إلى غير ذلك لأنه تقرير بيدوا مع أنت الحكومة كانت بدأ بيدا مش مش كلميا يقول لك راهو ثم احتمال لإعادة تدهور صار صار في الدينار هذا موجود في التقرير الميزان الاقتصادي ثم زيادات في الأجور وثم التعديل في أسعار المحروقات نحو الارتفاع هذو ما مش يكونوا عوام التضخمية كبيرة في سنة الفين وعشرين دونك احنا ديجا نسبة تضخم تعنا مرتفعة ويمكن ما احناش مش نجموا تحكموا في نسبة تضخم العام الجي وهذه بين سور عنده تأثير مباشر على المؤسسة وعلى المواطن خاصة المواطن اللي هو القدرة الشرائية متاعه ضعيفة دونك لنازد كيف كيف فما الإشكال هذية مش يكون مطروح أنا حسب رأي يزموا يتناقش كما يلزم على مستوى مجلس نواب الشعب حتى كان يبدأ الوقت ضيق الدين العمومي وخدمة الدين وليد بن صالح بالنسبة للدين العمومي يعني باش نكمل ونسكروا البيوجي متاع الفين وعشرين بسابعة واربعين فاصل ثنين مليار دينار الدولة مش تحتاج انها تتسلف حداش فاصل ثلاثة مليار دينار حداش فاصل ثلاثة مليار دينار يعني ايه بارتفاع تقريب اه اه باثناش في المياه مقارنة نبع من يول هذوما 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 الساعة قبل كوشي مش يجيوا الفين واربعمائة مليار على السوق المحلي ايه وثمانية الاف ثمانية مليار على السوق الخارجية يعني قروض اي قدرة اي قدرة نينا قروض خارجية اي قدرة لسوق الخارجية هذا تساؤل كبير زادة كيف كيف على مستوى الفرضيات اليوم كتحط لي انا مش ناخو ثلاثة الاف واربعمائة مليار على السوق العالمية في عام بركة في الفين وعشرين مع انتها تقريب مليار اورو على السوق العالمي وهذا يزمنا اللوج وشكو مش اعطيهمنا وافيك كالكونديسيون زوس اليوم هل حاطين زادة كيف كيف على الساس اللي احنا مش تحصلوا تقريب على الف مليار من الترنش الخرانية متعالي في مي هل صار اتفاق اليوم في الاتجاه هذا هل ما زلنا نستنعه في الكميونيكاية متاع البعثة الاخيرة دانك اليوم فما اشكاليات نجم تطرح اشكاليات على مستوى تمويل الميزانية من الناحية الاخرى عندنا 11.7 مليار دينار خدمة دين في الفين وعشرين باش نخلصوا القروضات اللي خضيناها مقبل 11.700 مليار يعني باش نشوفوا قديش اليوم خدمة الدين قاعدة تثقل في كهل الدولة وقاعدة تثقل في الاقتصاد الوطني 11.7 يجيوا تقريب 9% من البي بي معتا احنا الانتاج الثروة متاعنا كامل قطاع عام وقطاع خاص من بعد نشدوا نقططعوا منه التسعة ولا عشرة في المياه باش نعطيهم للبايوردوفون اللي يسالفونا العملية هذية شو باش تعطي في الاخير باش تعطي حجم مديونية عمومية للدولة فقط باربعة وتسعين مليار دينار اللي هو ما يممثل تقريب 75% من البي بي نفس النسبة متاع 2019 دونكن هنا ما تحسناش وقت اللي احنا كنا حاتين اوبجيكتيف 2019 مش 2020 باش نعطو بالمديونية الواحد وسبعين في المياه مخلطنوش في 2019 ومحنش نخلطوله في 2020 واربعة وتسعين مليار دينار راي تخص اونيك ما معات المديونية العمومية للدولة لو كان نزيدوها المديونية متاع المؤسسات العمومية اللي هي تقريب 12 ونصف في المياه من البي بي يعني تقريب 14 و15 نارف مليار اخرين مش لقاروا احنا فوق المية مليار دينار مديونية عمومية اجمالية وهذاك عليش اليوم وجاية متأتية 75% من قروض خارجية معناتها اليوم ما يزمك تخلق الدفيز باش نجم تخلص روحك وهذاك عليش زادة كيف كيف وهذاك مشكلة ميانة وهذاك موجود في تقرير الميزان الاقتصادي بدأ الحديث عن تفكير في اعادة جدلة بعض القروض يعني اذا كان الحكومة نفسها اليوم اللي هي البرح كانت تحكيتو فابي تحط في تقرير انه يمكن نكونوا مسترين لطلب اعادة جدولة بعض الديون سوف تدير ك الدولة في حالة مالية يرثى لها هل جدولت الخلاص القروض عنده تأثير على الاقتراض بطبيعة الحال هو الساعة قبلكو شيء هذي يراه صار تلميح وما نجمش يكون قرار احادي الجانب اذا كمش تعملها يزمك اللي سلفك يوافق واللي سلفك يوافق راهو مش يبدل الشروط ومش يزيد في الانترية ويمكن يطلب منك تعهدات والتزامات اضافية لها تكون اكثر وطأة على الاقتصاد ولا على المواطن نحتمو بكتلة الاجور سامحوني راهو شو قولك نحتمو بكتلة الاجور نحاول نجاوب على الاسي تسعتاش الالف مليار تسعتاش الالف مليار كتلة الاجور شوف قولك حاجة الزيادات في الاجور الفين وتسعتاش والفين وعشرين العامين نكهو تقريب الفين مليار في عامين في عامين فقط كتل الأجور مش توالي 19 ألف مليار في 2020 تمثل 15.2% من البي بي وقت اللي احنا كنا نحكيه على هدف بـ 12.5% في 2020 على الوضع الاقتصادي في أفق 2020 الوثيقة اللي قدمتها للحكومة مبعدنا مخل هادر شربوها وبلو ميها هيداش قاعد عدد التزامات وعدد تعهدات اللي هي حمناها أكبر من جرمنا ونعرفوا اللي احنا ما نجموش وحطيناها للتسويق السياسي والتسويق الانتخابي ما نجمش يكون حاجة أخرى وما وصلناش باش نحقوها يعني اليوم حكومة تقول لك الوضع هي الاقتصادية قاعدة تتحسن وكذا وكذا وبعد يجي يقول لك التحديات الكبرى متاعنا في تحسين الوضعية الاقتصادية يثبت لي روحك وشني الاليات اللي حطيتها هني قطلك راو حتى على مستوى الاجراءات الجيبية ما تحطوش اجراءات وهذه الدعوة لمجلس نواب الشعب الجي خطر ما زالت ثم فرصة حتى في الجلسة العامة ينجمو يقترحوا حاجات يحطوا اجراءات للتشجيع للاستثمار والتشجيع للتشغيل يقعد 7000 مليار للاستثمار وكذا ومعانيتها 7000 مليار هما 6900 نتسمعوا طلعنا في البيجي متاع الاستثمار اللي هي حاجة حاجة بها دجا طلعنا فيه تقريب بعشرة في المية اقل شوية ولكن حتى 7000 ولا 6900 مليار راي قعدت ديما تمثل 5.5 في المية فقط من البيبي ديما قعدنا في نفس البروبورسيون هذيك وقت اللي انتي عندك بو جيه 47 مليار دينار راهو يمثل اكثر من 37 في المية من البيبي معناتها اللي نخلقوه ثروة احنا نصرفوه 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 منه 37 في المية معانتك اي نورم وار نورم خاطر الاي نورم في الـ 25-28 في المية ولهو نصرفوه فيهم ومشيرها الاخرى محنش قاعدين نشوفوه في تحسن في خدمات العمومية ولا في البنية التحتية وغيره دونك الهناه فهم اشكال على مستوى الحاكمة هذا كل المراجعة كلمة في 30 ثانية لمجلس نواب الشعب المقبل وليد بن صالح ولا الحكومة المقبلة نستقبل شوي اخر سي عبد الرحمن لهديتي انا بالنسبة للمجلس نواب الشعب المقبل وقلهم تثبتوا في التقارير المقدمة وقرأوا ممليح وعملوا ليريكوب مونيسيسير وقرأوا لشيفر وقارنوهم برابور لبعض البرامج اللي خاطر مشكل الناس كل اللي عملوا برامج هذا الناحية الأولى الناحية الثانية مهما كان راهوا ثم امكانية باش ضيفوا يعني اجراءات خاصة جيبائية للتجيئة على الاستثمار والتجيئة على التشغيل في اطار مشروع القانون المالي محكد اللي قاعد تقول فيه وليد اقرأوا ممليح لكن اذا كان فما جرعة اذا فيها تنجموا تعطيها باش تتنفس للوات في نانس اعملوهم وفما بعض الاجراءات الخاطة اللي تخذيها تقبل في قاونين المالية السابقة اذا كان من الممكن التخلي عليها يعني خاصة فما اجراءات صاروا في 2019 وفما اجراءات صاروا قبل اذا كان من الممكن باش نتخليها عليهم لان ما فيهمش حتى جدوى ويمكن قاعدين يضروا بالاقتصاد وبالمالية اكثر من اللي ينفع شكرا لك وليد بن صالح الخبير المحاسب الحديث عن الوضع الاقتصادي